مصر حريق في مركز احتجاز يقتل ستة مراهقين قال مسؤولون إن حريقا شب في مركز احتجاز للأحداث في مصر أدى إلى مقتل ستة مراهقين على الأقل وإصابة عشرون آخرين اندلع الحريق الخميس في المنشأة بحي المرج بالعاصمة القاهرة تم اعتقال رئيس المنشأة بينما كان المدعون يحققون في الحريق ولم يتضح على الفور سبب الحريق لكن تحقيقا أوليا ألقى بالنوم على حدوث مس كهربائي وفقا لوسائل إعلام محلية وقال مسؤولون لوكال أسوشي تيد برس إن الحريق أعقب مشاجرة بين طفلين داخل المنشأة وقالت بوابة مصراوي وهي بوابة إخبارية عربية مصرية إن الحريق اقتصر على جناح واحد من المنشأة وأضافت أنه تم إرسال عربات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث سيطر عمال الدفاع المدني على الحريق شهدت مصر عددا من الحرائق في السنوات الأخيرة التي تسببت في مخاوف بشأن معايير السلام في مارس لاش آذار قتل ما لا يقل عن عشرون شخصا وأصيب أربعة وعشرون آخرون في حريق بمصنع ملابس في القاهرة في العام الماضي سجلت حوالي 52 ألف حريق تسببت فيما يقرب من مئة حالة وفاة في مصر وفقا لبيانات وكالة الإحصاءات الرسمية في البلاد